بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله موجهة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط سنبدأ على بركة الله في أول درس في مادة أرياضيات ودرس القاسم المشترك الأكبر درس سهل وبسيط جدا إذن أولا نبدأ على بركة الله أولا مطلوب مني الكتابة المناسبة التي تعبر عن القسمة الإقليدية للعدد 376 على 19 أولا نجري القسمة الإقليدية 376 قسمة 19 نضعها كذا خط القسمة ونجري العملية إذن نبدأ أولا ثلاثة قسمة 19 لا نستطع نأخذ هكذا 37 قسمة 19 يعني 37 كم يوجد فيها 19؟ يوجد فيها 1 فقط 1 في 19 النتيجة 19 37 ناقص 19 يساوي 18 ثم نقوم بإنزال 6 هنا يصبح لدينا العدد 186 قسمة 19 يعني 186 وش حال فيها من 19؟ 9 في 19 17 نجري عملية الطرح 186 ناقص 171 النتيجة 15 عندما نصل إلى الباقي أصغر من القاسم نتوقف إذن نتذكر أولا أن 376 هي المقسوم هنا القاسم 19 19 هنا حاصل القسمة باقي القسمة 15 إذن الكتابة المناسبة التي تعبر عن القسمة الإقليدية نكتبها بهذه الطريقة يعني 376 تساوي 19 في 19 زائد 15 19 في 19 زائد 15 تساوي 377 تذكرنا مع بعض القسمة الإقليدية كيفية الحساب إجراء العملية وتذكرنا أيضا المقسوم القاسم حاصل القسمة باقي القسمة إذن نذهب إلى أول تعريف لدينا قاسم عدد طبيعي قاسم عدد طبيعي نقرأ أولا التعريف لدينا آ وبي عددان طبيعيان حيث بي لا يساوي السفر نقول أن بي قاسم لآ معناه ماذا؟ معناه أنه يوجد عدد طبيعي آ عفوا يوجد عدد طبيعي لهو كا يحقق المعادلة آ يساوي كا في بي مثلا العدد أربعة يقسم العدد عشرون يعني أربعة قاسم لعشرون لماذا؟ لأنه يوجد عدد طبيعي كا يحقق لنا هذه المعادلة العدد طبيعي كا هو خمسة خمسة في أربعة يساوي عشرون نقول أن خمسة قاسم لعشرون وأربعة أيضا قاسم لعشرون أو إذا كان باقي القسمة باقي قسمة عشرون على أربعة معدوم يعني يساوي السفر نقول أن خمسة قاسم لعشرون إذن هذا بالنسبة لتعريف القاسم عدد طبيعي ونقول أيضا أن بي قاسم لآ عندما يكون باقي القسمة الإقليدية لآ على بي معدوم يعني عشرون قسمة أربعة النتيجة خمسة والباقي سفر إذن نتعرف على القواسم المشتركة لعددين طبيعيين عددين طبيعيين مثلا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة عدد موجب دون فاصلة إذن القواسم المشتركة لعددين طبيعيين مثلا آ وبي هي الأعداد الطبيعية الغير معدومة التي تقسم آ وبي في آن واحد مثلا هنا لدينا أربعة هي قاسم لعشرون وخمسة أيضا نقول أنها قاسم لعشرون أربعة وخمسة قواسم عشرون إذن لدينا مثال هنا مطلوب مني إيجاد قواسم العدد ثلاثون إيجاد قواسم العدد ثلاثون قواسم العدد ثلاثون ما هي؟ هي واحد اثنان ثلاثة خمسة ستة عشر خمسة عشر ثلاثة عشر نجدها بهذه الطريقة عدد هناك عدد طرق لإيجاد قواسم عدد طبيعي من بين هذه الطرق هي إجراء هذه العملية ثلاثون تساوي واحد في ثلاثون يعني هنا أن واحد قاسم لثلاثون وثلاثون أيضا قاسم إذن هنا الباقي السفر إذ ثلاثون يساوي اثنان في خمسة عشر ثلاثون يساوي ثلاثة في خمسة عشر يعني نأخذ واحد اثنان ثلاثة خمسة ستة ثلاثون خمسة عشر عشر ستة خمسة هذه كلها قواسم للعدد ثلاثون قواسم العدد 20 ما هي؟ هي 1 2 4 5 10 في نفس الطريقة إذن مثلا سؤال ما هي القواسم المشتركة للعددين 30 والعددين 30 و20 ما هي القواسم المشتركة؟ أولا نحدد قواسم العدد 30 ثم نحدد قواسم العدد 20 نبحث عن القواسم المشتركة يعني العدد الموجود في المجموعة الأولى وموجود أيضا في المجموعة الثانية مثلا واحد موجود في المجموعة الأولى وموجود في المجموعة الثانية إذن واحد قاسم مشترك للعددين 20 و30 اثنان موجود في المجموعة الأولى وموجود في المجموعة الثانية قاسم مشترك أيضا ثلاثة هل هو قاسم مشترك؟ نبحث عن ثلاثة في المجموعة الثانية لا لا يوجد إذن ثلاثة ليس قاسم مشترك للعددين ثلاثون وعشرون إذن القواسم المشتركة للعددين ثلاثون وعشرون بنفس الطريقة نجد واحد اثنان خمسة عشر هي القواسم المشتركة للعددين ثلاثون وعشرون إذن نلاحظ هنا أن عشرة هو أكبر عدد في هذه المجموعة أكبر عدد نقول أن العدد عشرة هو القاسم المشتركة الأكبر للعددين ثلاثون وعشرون ونكتب ماذا نرمز للرمز القاسم المشتركة الأكبر بهذا الرمز بي جي سي دي نفتح قوس ثلاثون فاصلة عشرون نغلق القوس يساوي عشر إذن بعد ما تعرفنا على طريقة إيجاد القاسم المشتركة الأكبر تعرفنا على الطريقة الأولى فقط طريقة سهلة وبسيطة بالنسبة لأعداد صغيرة نعطي تعريف للقاسم المشتركة الأكبر إذن القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين مثلا أ وبي هو أكبر قاسم مشترك بينهما ويرمز له بالرمز بي جي سي دي نفتح قوس أ فاصلة بنغلق القوس إذن هذا فيما يخص التعريف تعرفنا على الطريقة الأولى سهلة وبسيطة بالنسبة لأعداد صغيرة نتعرف على الطريقة الثانية إذن أولا الطريقة الأولى هي نبحث عن جميع القواسم المشتركة للعددين ونأخذ أكبر قاسم مشترك بينهم ومثلا في المثال الثاني الطريقة الثانية وهي تطبيق خوارزمية إقليدس إقليدس عالم في رياضيات معروف باسم أبو الهندسة إذن الطريقة هي عمليات الطرح المتتالية لدينا هنا مخطط نتبع المخطط أولا يقول إذا كان لدينا عددان طبيعيا آ وبي مثلا أولا نقارن نسأل سؤال هل آ وبي متساويان أكيد سيكون إجابة نعم أو لا إذا كان نعم فإن القاسم المشترك لهذا العددين مثلا قاسم خمسة عشر وخمسة عشر هو خمسة عشر أو إذا كان لا نعين أكبر عدد آ مثلا أكبر من بي ثم ماذا نفعل نقوم بحساب الفرق بين آ نقوم بحساب الفرق آ ناقص بي ثم نعيد الكرة مرة أخرى مثال مثلا لدينا مثال مثال يقول أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين ثلثمية وخمسة عشر و الفمتين وستين أولا نقارن هل العدد الأول يساوي العدد الثاني لا غير متساويان إذن نعين العدد الأكبر ونحسب الفرق لدينا هنا نلاحظ أنه الفمتين وستين أكبر من ثلثمية وخمسة عشر نحسب الفرق الفمتين وستين ناقص ثلثمية وخمسة عشر النتيجة حصلنا عليها 945 و45 إذن هذا العدد نضعه جانبا نقارن بين العددين 315 و 945 أكبر عدد أين هو هذا كان A وهذا كان B ثم يكون هذا A وهذا B نعين العدد الأكبر العدد الأكبر هنا هو 945 نجري عملية الطرح 945 ناقص 315 النتيجة كم؟ 632 ثم نحدد أكبر عدد 630 أكبر من 315 نحسب الفرق 630 ناقص 315 النتيجة كم؟ النتيجة 315 إذن متساويا هنا نحسب الفرق 315 ناقص 315 النتيجة تساوي السفر إذن لحقنا النتيجة أنها تساوي السفر إذن أين هو القاسم المشترك؟ القاسم المشترك نأخذ آخر نتيجة غير معدومة وهي 315 إذن القاسم المشترك للعددين 1260 والعددين و315 هو 315 إذن الطريقة الثالثة وهي سلسلة من القسمات الإقليدية أولا لدينا المخطط طبعا لإقليدس لدينا العددين مثلا A و B أولا نقسم أكبرهما على أصغرهما إذا كان ننظر إلى الباقي هل الباقي معدوم؟ مثلا لدينا عشرون وأربعة لدينا العددين لاحظوا معي عشرون وأربعة عشرون قسمة أربعة نحسب لدينا هنا عشرون وأربعة نريد أن نجد القاسم المشترك بينهما يقول نقسم الأكبر على الأصغر عشرون قسمة أربعة عشرون قسمة أربعة كم؟ النتيجة خمسة خمسة في أربعة عشرون الباقي سفر إذن يقول إذا كان الباقي سفر القاسم المشترك القاسم هو قاسمهما المشترك الأكبر يعني ها خمسة هو القاسم المشترك الأكبر إذا كان لا الباقي غير معدوم نتبع هذه الخطوات نقسم القاسم على الباقي ثم نقارن هل الباقي معدوم وهكذا إلى أن نصل إلى باقي قسمة معدوم مثلا لدينا المثال التالي المثال التالي يقول مثال رقم ربعة أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين سبعة لاف وثمانية وثلاثون وخمسة آلاف وربعمية وربعة وسبعون إذن القاسم المشترك الأكبر أولا نقسم العدد الكبير على العدد الصغير إذن نقسم هكذا نجري القاسم الإقليدية دائما أو بالآلة الحاسبة سبعة لاف وثمانية وثلاثون قسمة خمسة لاف وربعمية وربعة وسبعون إذن النتيجة كم؟ النتيجة؟ نتيجة واحد واحد في خمسة لاف وربعمية وربعة وسبعون 5474 ناقص ناقص كم إذن نجد الباقي 1564 إذن الباقي هنا غير معدوم نكتب أولا العبارة التي تعبر عن القسم الإقليدية للعددين 738 على 5474 ما هي هذه العبارة؟ هي العبارة الأولى ثم ثانيا ماذا نفعل؟ هنا قمنا بإجراء العملية الأولى ثانيا نقسم 5474 على 1564 النتيجة كم؟ النتيجة يعني كم؟ 1564 توجد في 5474 توجد فيها ثلاثة ثلاثة في 1564 النتيجة 4692 نجري عمليات الطرح نجد الباقي 782 هل الباقي معدوم؟ لا نواصل قسمة نواصل القسمة أولا قبل ما نواصل القسمة نكتب العبارة المناسبة التي تعبر عن القسم الإقليدية للعددين 5474 على 1564 هي 5464 تساوي 1564 في ثلاثة زائد 782 اللي هو الباقي نقسم بعد ذلك 1564 على 782 طريقة القسمة الإقليدية نجد اثنان اثنان هنا عدد طبيعي نضرب اثنان في 782 ونجري عملية الطرح تحصلنا على الباقي معدوم الباقي معدوم اذا نتوقف هنا عن الحساب اذا لإيجاد القسم المشترك الاكبر نذهب الى اخر باقي غير معدوم هنا اخر باقي معدوم اخر باقي غير معدوم هو 782 اذا نقول ان القسم المشترك الاكبر للعددين 738 و 5464 يساوي 782 هذا فيما يخص طريقة سلسلة من القسمات الاقليدية ايضا طريقة سهلة وبسيطة جدا اذا نتعرف على شيء ثاني لهو العددان الاوليان فيما بينهما متى نقول ان العددان اوليان فيما بينهما نقول ان العددان اوليان فيما بينهما اذا كان القسم المشترك الاكبر لهما يساوي واحد مثلا العدد سبعة والعدد خمسة العدد سبعة والعدد خمسة هو القسم المشترك الاكبر بينهما هو واحد قواسم سبعة هي واحد وسبعة قواسم خمسة هي واحد وخمسة القسم المشترك بينهما هو واحد إذن تعرف A و B عددان طبيعيان نقول عن A و B أنهما أوليان فيما بينهما إذا كان القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي 1 نتعرف أيضا على الكسر الغير قابل للاختسال نقول مثلا لدينا أولا A و B عددان طبيعيان حيث B لا يساوي السفر لدينا الكسر A على B نقول أنه كسر غير قابل للاختسال ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن A و B أوليان فيما بينهما يعني A و B القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي 1 إذن هذه كانت نهاية الحصة تعرفنا على القاسم المشترك الأكبر كيفية حسابه بالثلاث طرق تعرفنا على العددان الأوليان فيما بينهما وتعرفنا أيضا على الكسر الغير قابل للاختسال قبل أن نصل نهاية الفيديو إذا أعجبكم ما قدمت ما عليكم إلا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة القناة مع أصدقائكم لتعم الفائدة إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي لعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر